لنتعرف أكثر على مهلة الناصرية التي أعطاها المتظاهرون لمجلس النواب والجهات المختصة لتحقيق مجموعة مطالب رئيسية حيث أعلن متظاهرون ناصرية بأن مهلتهم الأخيرة تمتد لأسبوع وتنتهي بنهاية اليوم الأحد التاسع عشر من الشهر الحالي وتضمنت المهلة المطالب الآتية أول هذه المطالب اختيار رئيس وزراء وطني مستقل يخرج من روح الاحتجاج وحسب مجموعة المطالب والمواصفات التي حددها الحراك الشعبي لرئيس الوزراء الجديد أما ثاني هذه المطالب أن من أولى مهامه هي محاكمة قتل المتظاهرين في كل المحافظات وبالخصوص مجزرة جميل الشمري في ذيقار كذلك العمل على تهيئة الانتخابات المبكرة بتحديد وقتها القريب جدا فيما كانت المطالب التي تخص البرلمان العراقي هي المصادقة على قانون انتخابات يقضي بالانتخاب الفردي في مجلس النواب وإتمال قانون الانتخابات وجدول الدوائر المتعدد والمصادقة على موعد الانتخابات المبكرة ومطلب أخير هو حل مجلس النواب لنفسه بعد الانتهاء من جميع المهام التشريعية أعلاه ووضع آلية للحكومة لتنفيذها طبعا هذا يأتي قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي وذهاب أعضاء النواب إلى إجازة مدتها 45 يوما ولا بوادر حتى الآن عن إمكانية تأجيل البرلمان لتلك العطلة لبحث مطالب الحرك طبعا في حال لم تستجب السلطات العراقية لمهلة الناصرية فإن المتظاهرين من المحافظة ومركزهم الأساسي ساحة الحبوب سيبدأون خطوات تصعيدية سلمية اعتبارا من يوم الاثنين